موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن ظاهرة إهانة المسؤولين للمواطنين والجزائريين التي كانت في عهد بوتفليقة ثم استمرت في عهد عبدالقادر بن صالح ثم استمرت في عهد الرئيس عبد المجيد تبون في عهد الرئيس بوتفليقة هناك الكثير من المشاهد التي تداولها الجزائريون وهناك ما لم يتداوله الجزائريون عن معاملة المسؤولين للمواطنين نذكر في هذا السياق عمارة بن يونس ماذا قال بكل حورية وبكل شفافية على الموتر الشح اللي يحبه احنا الموتر الشح تانا تعرفه هو السياق عبدالعزيز بوتفليقة الله يرحم الشهداء تحية الجزائر وينعلبوا لما يحب الناس شكرا هذا وزير من وزراء بوتفليقة الذي يقبع حاليا في السجن ثم نذكر أيضا عبد المجيد سيدهم السعيد استمعوا إلى ماذا كان يقول للجزائريين وعن الجزائريين وفاقور بالرئيس الجمهوري وفاقور به ليما ما يكونش فاقور بالمؤسسة تعود معرش جزائري نحبه نرجعه للدم والدموع نحبه نرجعه الأثمان لأثمان لليزور فيها تحبه نرجعه للدوئيون الحروقين تحبه نرجعه للوزينات الحروقين لليحب يمشي بباش الزائر تقوى اقتصاديي اجتماعي سياسي ديمقراطي مرحبا به ولكن لليحب ليحب جي خروج عن الخط هذا الله لا يرده أنا يقول الله الله لا يرده محال عليهم ندي ماتيمة لكي ديشان سوأ تلع نعتذر عن هذه الألفاظ وعن هذه الكلمات ولكن إذ طررنا أن نعيدها حتى تسمعوا كيف كان حال النظام يتعامل مع المواطنين الجزائريين سقط هذا النظام وذهب ضحية أطماعه وذهب بوتفليقة إلى نفايات الترير ولا يوجد رئيس يكرهه الجزائريون كعبد العزيز بوتفليقة ونشاهدنا كثيرا هؤلاء وهم يساقون إلى السجون ويوجد غيرهم ممن يزالون يستعطفون الناس فهذا سيدهم السعيد بعدما كان يسب ويشتم صار يستعطف الجزائريين بمرضه ورأني مريض حقيقة أنني مريض من خبيلها تتاوى موش عيب يقول واحد مرأة ينامج هذه الناس هذوليتهم خير تكلم يقولها آنايا ما يقولهاش فيسبوك ويقول حاجة صدري عندي صارة كانت لا هكذا بشكتاو واحد ما يعود يعلق عليها رنيف العالم رنيف عزبيرو لن نخوذ كثيرا في تلك المرحلة البائسة التي أوصلت الجزائريين وصلتهم ونقولها بالدارجة وصلتهم إلى وضع مؤسف وحالة مزرية وكارثة بمعنى الكلمة جاءت بعد ذلك خرج الجزائريون في 22 فيذري 2019 ورفضوا عهدة خامسة لبوتفليقة كانت ستأتي على الأخضر واليابس انحازت المؤسسة العسكرية في عهد القيد صالح إلى الجزائريين والحراكي الشعبي سقط بوتفليقة وسقط الكثير من رجاله الذين توزعوا ما بين عدة سجول جاء بعد ذلك عبدالقادر بن صالح ولم تتوقف تلك الظواهر وها هو وزير داخليته ماذا قال لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خوانة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد 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 فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس فهم ليسوا منا ونحن ليس منهم نحن نسل منهم أن ينزل مستوى رجل الدولة إلى هذا الحال البائس هو دليل على سقوط المنظومة كله في وضع أبأس بكثير لن نسترسل كثيرا في تلك المرحلة فقد كانت حمى الحراك الشعبي والوضع الذي كانت فيه الجزائر حيث كانت في مفترق طرق بين المنحة والمحنة بين الفوضى الهلاكة والنجاة مما كان يحاك لها جاء عهد الرئيس عبد المجيد تبون استبشر أو على الأقل استبشر الكثير من الجزائريين خيرا وخاصة أن الكثيرين وفقوا في وعود القيد صالح الذي كان على قيد الحياة ولذلك عندما تحدث عبد المجيد تبون عن الجزائر الجديدة أو الجمهورية الجديدة وأنه ستتغير الكثير من الممارسات وتكون هناك قطيع مع النظام السابق استمشر الجزائريون خيرا ويوجد من لم يستمشر بشيء وليوجد من تعامل مع الموقف بحذر ويوجد 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 ولكن على العموم كان من واجب رئيس الجمهورية أن يتخذ الكثير من الإجراءات التي تعيد للجزائريين الثقة في مؤسسات الدولة اختار حكومته الأولى واختار لها الدكتور عبد العز جراد وهو شخصية محترمة بلا شك وأستاذ جامعي وإنسان تاريخ نظيف لا نملك عليه ما يمكن أن نعتبره إساءة إلى شخصه أو لمصاره المهن ولكنه أيضا اختار وزراء ليسوا بالكفاءات المطلوبة أيضا على مستوى الدولة العميقة فالرئيس جمع الولاد وأعطاهم توجهات وعوصاهم بالجزائريين ولكن ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث عكس ذلك تماما من رئاسة الجمهورية بدأ أو ظهرت ظواهر أخرى تتعلق باستفزاز الجزائريين وقد تحدثنا حينها على أن جزالنا هناك من محيط الرئيس من يعمل ضد الرئيس ونذكر في هذا السياق المكلف بمهمة الدكتور محمد العقاب الذي خرج بتصريح أثار حنق وغضب الجزائريين وتعلق الأمر بالبسملة أثيرت ضجة عارمة على محمد العقاب وللأمانة التاريخية أن ما نعرفه عن محمد العقاب أنه ليس علماني متطرف وأنه حتى مذكرته في الليسانس وكتبه كلها تتحدث لا تتوجهات في عمومها وطنية وقيمها الإسلامية هذه هي الحقيقة ولكن تلك الخرجة كانت قاسمة لظهر محمد العقاب أولا حسب بعض المعلومات التي جاءت لاحقا أن محمد العقاب عندما دخل رئاسة الجمهورية وجد اللوبي وجد اللوبي العلماني المتطرف متمكن من دواب الليبي الرئاسة وهو الرجل معروف بأطمعه يريد أن يذهب أن يذهب وأن يتغلغل في السلطة فقد قد غازل كثير من الأطراف والمهم لسنا بصدد الحديث عن تاريخي فلما أراد بتلك زلة لسان أن أراد أن يغازل أن يغازل السلطة فوقع ضحية مقسلة حتى طريقة الاستغناء عن خدماته جاءت بطريقة مهينة إلى حد كبير لم يقتصر الأمر على محمد العقاب بل أن هناك حوادث أخرى واري مستغانا استمعوا له كيف تعامل مع المواطنين وانت ثاني شنو هذا يجي لابس لي الفيستا ميليتار وجايته يروح يروح جب لي سلي الفيستا ميليتار أنا أتسبر أن نقصر معك أو لا تمس خير قلت حياء أو هذا نرمو مويسق صور الفيستا ميليتار هذا من جبه وتحدث هنا عن صاحب الفيستا الفيستا الميليتار الفيستا العسكرية وظهر بعد ذلك صاحب هذه الفيستا وهو يبكي على الحجرة التي تعرض لها لا حول ولا قوة إلا بله قد أهنت ما عندي ما عسي أن أقول الحسبي الله ونعم الوكيد اللهم اللهم إني قد ذلمت أيضا النفس الوالي مع تلك المرأة الذي جاءت تشتكي لها وحالها قالها دبر راس على كل حال الوالي اعتذر لاحقا عن ذلك السلوك الذي أقدم عليه والذي لا يليق حتما بمسؤول ورجل دولة يجب أن يهتم بانشغالات المواطنين ويجب أن يتعامل معهم بروح المسؤولين أيضا وزير البريد والمواصلات الذي خرج من وهران وقال وقال كما تستمعون هذا الأمر أثار حنق الصحراويين واعتبروها نوع من الإهانة رغم أنه في ثقافتنا نقوله واش رك في صحرة يعني مكان خالي لا يوجد فيه أي شيء ولكن هذا قد يقوله العامي قد يقوله إنسان لا يتحمل مسؤولية أما أن يقولها رجل دولة عضو في حكومة وصاحب مسؤولية يجب أن يحسب ألف حساب لكل كلمة ينطق بها فهو ليس رجل عامي وليس رجل يتحمل مسؤولية نفسه بل أنه يمثل الدولة ويمثل الحكومة في ظل هذا الوضع خرج والي وهران الذي في يوم الدخول المدرسي قام بزيارة لمدرسة وتصرف بسلوك غير لا اقتماما مع معلمة جاءت تشتكي له حالة شو الشاشة التي ها هناك أحسن طاولة أحسن طاولة طعب سوء كارتا ها دوم مرقض استعمار ها دوم مرقض استعمار بلد وشلق جزائي لا نعم استعمار لا نعم استعمار على الأقل كارتا راهي في حالة كارتا في ظل الجدل الذي أحدثه والي وحران يخرج وزير الشباب والرياضة خالدي والذي قال كلاما خطيرا ذكر الجزائريين بعمارة بن يونس لنستمع إلى هذه الكلمة غير المسؤولة التي جاءت على لسان وزير الشباب والرياضة وهو يتحدث عن بيان أول نوفمبر نقول لهم في أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة ونقول لهم يوم أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد للأسف للأسف الشديد أن رئيس الجمهورية يقول بأنني نزلت الدستور للشعب يحب يقول عليه لا ويحب يقول عليه نعم أن السيادة للشعب وأن شعار الدولة الجزائرية من الشعب وللشعب يأتي هذا الوزير ويتحدث بهذه الطريقة ويقول لما عجبوش الحال بد البلاد الجزائرية ليست ملك بابات حتى تقول هكذا للجزائريين أنا واحد من الجزائريين يوجد الكثير من الجزائريين وأنا من بينهم من يرفضون هذا الدستور ليس لأنه دستر بيان أول نوفمبر بل أن هذا الدستور كما قلنا مرارا وتكرارا هو اغتيال ممنهج لبيان أول نوفمبر ثم تأتي أنت وتقول أخرج من البلاد خرجنا نظام بوتفليقة وما زلنا لم نرجع رغم أن الشعب الجزائري خرج ويوجد الكثير من الجزائريين ما زالوا يعيشون في المنافي أخرجهم نظام بوتفليقة وأنت أيها الوزير الذي كنت تلعق من صحون نظام بوتفليقة وقد تداول الجزائريون صوره والتي تشاهدونها على الشاشة نعم للأسف الشديد يقول ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد أريد أن تخرج الجزائريين الذين يرفضون الدستور لماذا أيها الرئيس لم تنزل هذا الدستور مباشرة بعدما مررته على برلمان بوتفليقة تشرعنه من دون تمريره على الشعب مدام وزيرك وزير الشباب والرياضة الدولة التي فيها أكثر من سبعين بالمئة شباب يقول ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد كأن البلاد ملكه هي نفس العقلية البتفليقية لأن هذا الشخص تربى في هذا المستنقع البتفليقي تربى في هذه الحلبة البتفليقية التي فيها النصوص والفاسدين فقط لذلك تكلم بهذه الطريقة لقد استفز الجزائريين أكثر أيما استئفزاز يعني أنه الجزائري اللي يقول لا للدستور معناها لازم يبدل البلاد يعني لازم يحرق إذا ما عنده شفيزا وإذا كان عنده يخاضر البلاد ليتركها لهذا الوزير الذي سلوكياته وتصرفاته لا يستحق هذا المنصب انظروا أرجعوا إلى عهد بومدين تشوفوا رجال الدولة كيف كانوا وين صبح الحال شاب مثل هذا يتكلم بهذه اللغة لا يكفي فقط أن تكون وزير تعمل حملة انتخابية تعمل حملة لصالح استفتاء على دستور أو غيره المنصب لا يعطيك القدرة على أنك تعطي الروح المسئولية في التعامل آمن مع الجماهير ومع الإعلام ومع الكلمة مش معناها أنك وزير خلاص وزير الشباب رك واقف ثم معناها وزير الشباب تقول وش تحب لا وهذا مما يدون وش يكشف لا يكشف فقط أنه هذا الموقف أن الإدارة منحازة لصالح هذا الدستور معناها أنه ما دامت الإدارة منحازة إلى هذا الدستور الوزراء يستغلون يتحركون بمعدات الدولة يستغلون كل شيء هو يتحرك كوزير بالحراسة بسيارات الدولة ويروح يدير في حملة انتخابية لصالح الدستور والناس الذين يرفضون هذا الدستور لا يسمحون لهم وشفنا عبدالله جبلله كيف منعوه في عنابة الدولة منحازة النظام منحاز إلى نعم للدستور إذن ما دمت منحاز علاش علاش أصلا نزلته للشعب من المفروض نزلته للشعب خلاص أنتهى دورك خلي الناس الجماهير خلي الأحزاب خلي المجتمع المدني اللي تقول بأنني دسترت المجتمع المدني هم اللي تنافسوا هم اللي يشرحوا وهذا يشرح نعم وهذا يشرح له لأنه إذا أنت بتحملش الدستور أنت عطيت تعليمات جبت لجنة خلينا مما حكناه في هذا الأمر جبت لجنة دار الدستور وشفت أنت عجبك نزلوا للشعب وخليه خليك أنت رئيس الجمهورية بعيد الحكومة بعيدة الحكومة خلي الشعب يقرر مصير هذا الدستور إلى ما تتظل دائما الحكومة وصية على أي شيء تقدمه السلطة أين حيادية الإدارة؟ أين حيادية السلطة؟ إذا كان السلطة منحازة منحازة إلى الدستور معناها ستستعمل كل الوسائل ستستعمل كل الضغط حتى تفرض على الجزائريين أن يقولوا نعم معناها أنه أي نتيجة تأتي لصالح هذا الدستور هي النتيجة مشكوك فيها أنت تضرب في مصدقية أي هذا الدستور هل الهدف هو تمرير الدستور؟ أو الهدف صناعة دستور لديه مصدقية بين الجماعين إذا كان الهدف هو تمرير الدستور فقط والله سيأتي يوم ويرحل تبون ويأتي رئيس آخر ونجد نفسنا في الدائرة واحدة أما إذا كان الهدف هو صناعة دستور يرضى عليه الشعب ويوفق عليه الشعب وإذا ما وفقش عليه الشعب يمشي إلى سلة المهملات وتتجه السلطة إلى حل برامان وبعد ذلك تعمل دستور واحد أخر بطريقة أخرى في هذا شيء آخر معناها هذا أن السلطة متوجهة في اتجاه بناء مؤسسات الدولة أما أن يأتي وزير ويقول وليه ما عجبوش الحال يبدى البلاد يبدى البلاد كأن البلاد ملك بابا كأن البلاد ملكه هذه الأمور هذه التصرفات البائسة التي تعبر عن بؤس النظام لأن العقلية النظام لم تتغير في نفس الوقت في نفس الوقت الذي هذا الوزير يقول هذا الكلام تخرج الجريدة الرسمية وزيرة سابقة من حكومة بوتفليقة تتولى تعين كمستشارة في رئاسة الجمهورية أنت تقول أيها الرئيس أننا رح ننطلق في عهد التغيير نريد التغيير نريد بناء دولة جديدة جمهورية جديدة بوجوه جديدة وأنت تستهلك لي في وجوه من عرشيف بوتفليقة والدستور دستور بوتفليقة للمؤسسات اللي وافقت عليه البرلمان ومجلس الأمم تعبو تفليقة الأحزاب التي تروج له هي أحزاب كانت تطبل وتسبح بحمد بوتفليقة والسعيد ويحيو غيره ما الذي تغير أنت تقول أن دستورت الحراك الشعبي وأن الحراك الشعبي أصيل ويعتبر تغيير يرؤنني في السلطة للاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي هذا ما تقوله أيها الرئيس ولكن في الواقع ماذا يحدث أنت تعتقول بأنني نوفمبري وأنني أدافع عن قيمة نوفمبر وأن القيمة النوفمبرية وفي الوقت نفسي هذه الأقوال ولكن الأفعال ماذا هي أفعال أخرى لا علاقة لها بالنوفمبرية بل علاقة لها بجماعات متطرفة نشأت أفكارها في دوائر خارجية ولا تتماشى أصلا مع الهوية الجزائري هذا الوزير الذي يطالب أو يطالب ويريد طرد الجزائريين الذين يقولون لا لدستور العرابة يجب أن يحاسم لا يكفي أن يعتذر ربما يعتذر وربما راح يقول فهمتني غلط ربما راكم فهمتني الصح ربما أكلامي تأولوا ربما وربما وربما لا فيها لا تأويل كلام ولا شيء قال نحن دسترنا بيان أول نظمبر واللي هو الكلام التعوكل هو مديح للدستور معناها أي واحد ما عجبوش الدستور اللي ما عجبوش الحال يبدل يبدل البلاد البلاد مثل ما قال قال أعمارة بن يونس ربما يقول البعض أن هذه ممارسات أفراد وفردية ويتحمل مسؤوليتها الفرد هذا خطأ هذه ممارسات مسؤولين والتي رأيناها كارثية وما خفي أعظم تصلني رسائل كثيرة من جزائريين يشتكون من معاملات من مسؤولين من رأساء البلديات من موظفين في البلديات من رأساء الدوائر في الولاية من الولاة كثيرة وخاصة تلك الممارسات التي تكون في المكاتب التي تكون بعيدة عن الكاميرات كم من مواطن أستقبل من طرف الولاة ودخل المكتب وتم طرده وإهانته وكاين حتى ليستدعو لهم الشرطة وكاين يحتقروهم نحولهم حقوقهم وبكوهم وكاين أرامل ويتام ما تقدر توصل الجزائر بائسة اجتماعيا الجزائر بائسة في سلوكيات المسؤولين هذا الذي نراه فقط كارثي وهذا الذي نراه سيخدم المشروع الهدام في الجزائر انظروا كيف تم استقبال هذه الكارثة التي أحدثها وزير الشباب والرياضة عندما ذهب إلى تيزيوزو عندما قال أعطونا الأولوين أنا أنا راني هنا باش نعطيكم الأولوين جيكي لهنا باش نعطيكم هذه الأولوين وجودي معكم اليوم يدل الأولوين أعطيها لكم الدولة وبعد ذلك وهذه فسرت هناك حساسية لدى الجزائريين هذا التمييز ما بين المناطق أفارت غضب وحنق الكثيرين أمر آخر الآن يقول اللي ما عجبوش الحال يبدل لبلاد هذه الممارسات ستذر بالرئيس تبون إذا كانت هذه الممارسات في نظر تبون عادية فمعناها أن البتفليقية متجذرت وتغلغلت ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا بل أن حتى الرئيس تبون بوتفليقي إلى منتهى البتفليقي أما إذا كانت هذه الممارسات غير راض عليها ولم يواجهها أعتقد بأن هذا عجز كبير لا يليق برئيس الدولة أما إذا أما أما إذا سمت عنها وغذ الطرف عليها ويكتفي الأمر بمجرد اعتذار هذا والي يهين امرأة مثلا وبعد ذلك يستقبلها في مكتبه ويعتذر وينتهي الأمر لا ليس هكذا ليس هكذا من يدفع الثمن هذا الوزير الذي يقول هذا الكلام لا يجب أن يبقى ليلة واحدة في الوزارة كثير كفاءات جزائرية تستطيع تكون في منصب وزير الشباب والرياضة كثير كثير وأفضل المشكلة أيها الرئيس هو الاعتماد على الولاءات وليس الكفاءات عندما تعتمد الدولة في اختيار الأشخاص في المناصب على أساس الولاءات فهي يصل بها اليوم لن تجد في مناصب المسؤولية إلا الشياتين الذين يتقنون فن النفاق للمسؤول ولكن عندما تعتمد على الكفاءات والرجال والنساء الحقيقيين الذين يتحملون مسؤولياتهم ويحسبون ألف حساب إلى كل خطوة يخطونها أعتقد بأن الجزائر ستخرج من الدائرة الضيقة التي وقعت فيها على مدار عقدين من الزمن بسبب حكم عصابة بوتفلق بل مختصر المفيد ما جاء على لسان وزير الشباب والرياضة لا يجب أن يفلت منه من العقاب لا يجب أن يجي الآن وزير أول أو أي مسؤول ويقول هذا كلام غير مقبول كذا 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 لا سيتكرر الأمر في اليوم اللي أنه الوالي تحت ضغط إعلامي كبير يخرج وزير الشباب الرياضة يقول هذا الكلام من أمن العقوبة أساء لو كان هذا المسؤول يدرك تماما أن أي كلمة يقولها سيحاسب عليها أولا أمام الذين عينوه في منصبه وأيضا أمام الشارع الجزائري ما راح يغلط هذا الغلط راح يغلط وإذا غلط ما ينتظرش أصلا حتى تتم إقالة ويقدم استقالة ويعتذر الجزائري ولكن من أمن العقوبة يسيء لأدب بلا أدنى شك وأعتقد بأنه الحالات كثيرة وهؤلاء يعرفون كيف تسير الأمور وكيف منظومة الحكم في الجزائر مما أوصلنا إلى هذا الحال البائز الجزائر ليست ملك تبون ولا ملك هذا وزير الشباب الرياضة ولا ملك عبد العز جراد ولا ملك أنور مالك ولا ملك أي كان حتى يضيق على الآخرين أو يطالب بطرد الجزائريين منها إذا لم يسيروا على هواه مؤسف جدا أن وصل حالنا ما بعد 22 فبراير إلى هذا الحال مؤسف جدا وأنا أدرك تماما أن القضية أعمق من أن يحدث تغيير بسرعة ولكن يجب أن تكون هناك الصرامة في ممارسة الحوكمة وممارسة المسؤولية إذا لم تكن هناك صرامة سنجد أنفسنا في مظاهرات أخرى يوما ما يطالب فيها الجزائريون برحيل عصابة جديدة سيدفع ثمنها الرئيس قبل أن يدفع ثمنها الآخرون ولنا عبرة في حال بوتفلقة وأهل شكرا لكم أحبة الكرام على متابعتكم ووفائكم وأشكركم أيضا على نشر هذه المقاطع على صفحاتكم وحساباتكم ومجموعاتكم وبرك الله فيكم جميعا ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله